لا شك أن رؤية الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة تعتبر من المسائل المقطوع بها لقوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة خلافاً لما ذهب إليه المعتزلة من أن رؤيته سبحانه في الآخرة مستحيلة وقد تأولوا هذا النص الحكيم تأولوا وجوه يومئذ ناظرة إلى نعيم ربها ناظرة هكذا قالوا ولكن ما جاءت به السنة هو قطع في المسألة فرؤيته سبحانه وتعالى ثابتة ولكن الخلاف في صفتها هل نراه رأي العين أم أن الرؤية رؤية قلبية هذه مسائل غيبية لا نعلمها ولكن ما جاء في الصحيح يؤكد أن الله سبحانه وتعالى قد يتجلى في صورة فالله سبحانه وتعالى يتجلى لأهل الموقف حينما يقال أو حينما ينادي المنادي من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها أو ربما قال شافعوها على الشك فيأتيهم الله في صورته هكذا تقول الواف تقول أنا ربكم فيقولنا لست ربنا أو لست بربنا هذا مكانون حتى يأتي أنا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا قال فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون ربما يرادوا بالصورة الصفة الصفة التي يعرفون فالصورة قد تطلق ويرادوا بهذه الصفة وقد تكون هناك صورة من باب التنزل من باب التنزل وهذا يفيد أن تجليات الحق سبحانه وتعالى لا نهاية لها ولا حصر لها وفي ذلك رد على من قال بنفي رؤيته صلى الله عليه وسلم للحق في ليلة المعراج قالوا إن إذا رأاه في الدنيا فماذا يبقى له من نعيم الآخرة إذا عجلت له صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الدنيا فماذا يبقى له في الآخرة وهذا كلام من لم يعرف هذه الحقيقة وهي أن تجليات الحق لا حصر لها فالله لا يتجلى على عباده يوم القيامة بصورة واحدة أو بصفة واحدة أو بتجل واحد بل يتجلى على كل بقدر بقدر مرتبته من القرب وبقدر مرتبته من الشهود إذن الرؤية مش وحدة والتجلي مش واحد فهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عجلت له رؤية الله في الدنيا يبقى معنى ذلك أنه لن يكون له ترق في هذا الشهود أو ترق في رؤيته للحق تبارك الله هذا غير وارد فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أننا سنؤرض على ربنا العرض فنروه كما ترون هذا القمر كما ترون هذا القمر وكما جاء في رواية أخرى لما سؤل هل نرى ربنا يوم القيامة قال نعم هل تضامون وفي رواية هل تضارون وتضامون بمعنى إيه؟ يعني إحنا لما بنكون بنبص لشيء أدنى من مستوى بصرنا نقوم بنزدحم عليه أما يكون شيء مثلا أدنى من مستوى النظر تلاقي الناس كلها تجتمع وتزدحم ويبقى كلنا حطين رؤوسنا من أجل تبين هذا الشيء لكن لما الشيء يكون في السماء ما يحتاجش مننا إن إحنا نضام نضام يعني ننضم البعض يعني أنا أنضم لك وإنت تنضم للجنبك يعني بمعنى نتزاحم ما فيش داء إن إحنا نتزاحم لأن القمر موجود في السماء قدامنا فكل واحد في مكانه أو في موطنه شايفه من غير ما نتزاحم من غير ما نتزاحم هل سترون ربكم أو ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد ومسعر والبختري ابن المختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة بن أيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر فقال له رجل من أهل البصرة أنت على الاستفهام أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي سمعته أذناي ووعاه قلبي أي علمه وفقهاه قلبي أي بالنسبة لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يصلي قبل الشمس وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها لن يلج النار لن يلج النار بعد الفاصل